عايزين نتكلم دايماً أو نبص لنص الكوباية المليان عايزين نتكلم عن النجاحات عايزين نتكلم على الأمور الإجابية شوفنا مدرب أجنبي بيرحل وهو أسوريو من غير أي أزمات شوفنا مدرب مصري بيتولى المسئولية بشكل مؤقت وبيقدم المطلوب منه على أكمل وجه وبنقوله شكراً يا كابتن ما اعتمد فعلاً على كل حاجة أنت عملتها لنادي الزمالك اشتغل بحبه وإخلاصه وتفاني ويقف مع العيبة الصغيرة ويقف مع العيبة الكبيرة مثلاً شايف أنه هو محتاج دفعة معنوية تلاقيه بيروح ويوطي لغاية عنده ودي صفات المدرب الكبير عنده ثقة في نفسه وعنده ثقة في لعبته وعنده ثقة في المجلس اللي شغال معاه وعنده ثقة كبيرة جداً في اللوجو بتاع نادي الزمالك اللي احنا كلنا عندنا ثقة كبيرة جداً في اسمه وتاريخ نادي الزمالك شوفنا مدرب أجنبي جديد بيستلم المسئولية في شكل حضاري جميل احترام من غير أي أزمات وهو ده الطبيعة بتاع نادي الزمالك وده دايماً اللي احنا نفسنا نشوفه طول الوقت داخل نادي الزمالك الزمالك نادي كبير قوي وعملاقه مؤسسة رياضية كبرى مش بس في مصر ولكن في أفريقيا وفي الوطن العربي وفي كل حتة في العالم اسم الزمالك كبير وكبير قوي اشتركوا في القناة